بعد لوضاع الأمنية التي صاحبت احتلال داعش لبعض المدن، ثم التعرض لجائحة كورونا، باتت التخصيصة المالية هي الفيصل لإجراء التعداد السكاني خلال العام المقبل 2022 حسب ما أشارت وزارة التخطيط. والتي أكدت أن انخفاض أسعار النفط حال دون إقرار التعداد في موازنة العام 2021، الأمر الذي دفع لترحيله إلى موازنة العام 2022، حيث وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظم أخيراً وزارة المالية بتضمين الموازنة المقبلة التخصيصات المطلوبة لإجراء التعداد السكاني العام. حيث أكدت وزارة التخطيط أنها تمتلك القدرات والكفاءات في تنفيذ التعداد السكاني قبل نهاية العام المقبلة. قليلين على تنفيذ التعداد العام للسكان في الإراق. هذا التعداد هو الأول الذي ينفذ في الإراق بعد عام 2003. الإراق لم يشهد تعداداً سكانياً منذ عام 1997. وبالنتيجة هناك مدى زمني شاسع يفصلنا بين آخر التعداد وبين واقعنا اليوم. اليوم الإراق محتاج إلى قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن تفاصيل الحياة بكل دقائقها ومفاصلها. هذه البيانات وهذه القاعدة التي يوفرها سوى التعداد. ورغم وجود تنسيق بين المركز وإقليم كردستان لم يخفي بعض الخبراء توجسهم من كون التعداد سيثير أزمات سياسية. بسبب إصرار البعض على تضمين حقل القومية فضلاً عن مشاكل المناطق المتنازع عليها ضمن المادة 140 من الدستور العراقية. وما قد يصاحبها من استحواذ على نفطها وثرواتها الطبيعية. ويبقى حقل المذهب والطائفة في استمارة التعداد متأرجحاً بين مؤيد ومعارض. فعلى الرغم من إعلان وزارة التخطيط عدم ذكره إلا أن بعض الخبراء يقولون إن تثبيت المذهب صحيح من الناحية الإدارية والإحصائية شريطة عدم استخدامه في بطاقة الهوية. مشكلة أخرى ستواجه الحكومة العراقية في التعداد المقبل تتمثل بالعدد الكبير للنازحين وكيفية احتسابهم على مناطقهم الأصلية. ترجمة نانسي قنقر